الناجح قلوق لازم يبقى عنده قلقة صحة طبعا لأنه لو مالقش ما ينجحش يعني لو مالقش على مستقبله مش هيعمل عليه لو مالقش على الامتحان مش هيكتهد فيه لو مالقش على العلاقة مش هيحافظ عليها لو مالقش ان الناس تزعل منه مش هياخد باله من نفسياتهم لو مالقش على فلوسه مش هتزيد لو مالقش على شغله مش هيكبر لو مالقش على حياته مش هتتزن لو مالقش على علاقته بربنا مش هيكتهد فيها لو ما لقش عالجنة ان هو عايزها مش هيزعلها الله أكبر يبقى القلق وعبادة الله أكبر على طول أي قلق يوصلك لله يبقى عبادة لله لأن الوسائل تأخذ حكم المقاصد الوسائل تأخذ حكم المقاصد فأي شيء يوصلك لله فهو نعمل العبادة ده قلق حنقول عليه قلق تعبودي أيوا بس هزا القلق انزاد عن الحد يمرض بمعنى كتير من الناس اللي ممكن تسمع الكلام ده يقولك ده أنا طول الوقتة الآن صلاتي مقبولة ولا مش مقبولة ربنا موجود ولا مش موجود ده لو زاد آه طبعا إلا أنا بقوله ده صحة ولا مش صحة القرآن اللي بقرأه ده موجود ولا مش موجود طب أنا هقرأ واخد جواب عليه ولا مش هاخد طب هاخد جزاء عليه ولا مش هنول طب ده يرب قارئ للقرآن والقرآن يلعنوا يمكننا كون منهم هنا تحول هذا الألأ من سمة صحية إلى حالة مرضية تؤدي إلى وساوس قهرية فعلي الله اللهم احفظنا يا رب